أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أعلن أن بلاده ستعترف رسمياً بدولة فلسطين في 28 من شهر مايو الجاري مشدداً على ضرورة وجود تحالف دولي في الشرق الأوسط من أجل السلام والأمن وخلال كلمتها أمام البرلمان الإسباني اتهم سانشيز رئيس حكومة الاحتلال بنيامي نتنياهو بأنه يعرض حل الدولتين للخطر في الشرق الأوسط من خلال سياسة المعاناة والدمار التي ينتهجها في قطاع غزة بعد التوصل إلى توافق بين الحزبين الذين يشكلان الحكومة الائتلافية التقدمية وتكسيداً لمشاعر الأغلبية للشعب الإسبانية ستوافق إسبانيا في 28 من مايو الحالي على الاعتراف بدولة فلسطين إذا كان هناك شيء واحد واضح بالنسبة لي فهو أن رئيس الوزراء نتنياهو ليس لديه مشروع سلام لفلسطين نتنياهو يسبب الكثير من الألم والكثير من الضمار والعنف هناك قدر كبير من الضغينة في غزة وبقية فلسطين مما يجعل جدوى حل الدولتين في خطر شديد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر